لا تهدأ الأوضاع في البصرة حتى تعود إلى الاشتعال مجدداً لأسباب مختلفة عنوانها الأول الصراع على النفوذ والسعي لتكريسه فمنذ شهر كانون الثاني من عام 2021 سجلت محافظة البصرة 13 مواجهة مسلحة كبيرة بين الميليشيات أدى بعضها إلى سقوط قتلى وجرحة ناهيك عن عمليات الاغتيال والتصفية المتبادلة التي لم تتوقف نحو الثمانية آلاف عنصر موزعين على عدة ميليشيات داخل الحشد ينتشرون في البصرة وحدها رغم كل دعوات حصر السلاح بيد الدولة حيث توسع تلك الميليشيات وأنشطتها للهيمنة على موارد المحافظة والتي تأتي عبر النفط والموانئ آخر دواعي حروب السلطة هو الصراع الذي اندلع خلال الأيام الأخيرة بشأن اختيار محافظ جديد للبصرة حيث تشير تسريبات من داخل الإطار التنسيقي إلى وجود خلافات جسيمة بين فرقائه بشأن موقفهم من استمرار المحافظ الحالي أسعد العيداني في منصبه الصراع نشأ من كون تحالف تصميم الذي ينتمي له العيداني حصل على المركز الأول في البصرة ما منحه 12 مقعدا من أصل 23 وهي الأغلبية المطلوبة للحصول على منصب المحافظ لكن أطرافا في الإطار يتقدمها تحالف المالكي وميليشيا العصائب تريد تغييره وتقديم شخصية أكثر قربا وولاءا لها وهو ما أدى إلى تأجيج الوضع في البصرة التي تعيش على صفيح ساخن ويدفع أهلها ثمن الصراع المنفلت بين الميليشيات الناس ما عدها رغبة بصراحة يعني ما عدها رغبة في الناس المسلحة أو كذا أو إلى آخره الصراع المشتعل على منصب المحافظ في البصرة قد يمتد بحسب مراقبين إلى محافظات أخرى في ظل سعي أحزاب وميليشيات الإطار التنسيقي إلى ترسيخ هيمنتها على المشهد السياسي في العراق بكل مفاصله